نفسك تظنياosis معاك اتتواستها في البيت كم程 اتتواح المطاعم لترحب النار اليوم سنألように البيزا بطريقة سهلة نجحة مليون للب فى٠٠٠ts اكتشاosis معاك نجحة وطرية ممتب صاحب عليك كمان تقوم بطريقة واحد vem نجحة حالة عن نوع الجبنة المفضلة اللي انت تقدري تستعمليه ولا جايبة نوع مش قد كده يعني اقولك ازاي تخليه مط معيك هنسمي اللي ونصلى على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام وركزي بقى معايا في الخطوات اللي هقولك عليها علشان مهمة جدا هي سهلة وسريعة وطعمها حلو بس الخطوات بتاعتها لو مشيتي ورايا في كل خطوة هتعمليها احلى من بتاعتي واحلى من المطاعم ان شاء الله باذن الله يلا بينا نشوف عملناها ازاي بس قبل ما نروح نشوف احنا عملناها ازاي ما تنسيش تعملي متابعة للصفحة وتقولي اللي بتتفرج علي منين وما تنسيش تحطي اللايك بتاعك وتكتبي كومنت صلي على الرسول في الكومنتات عليه افضل الصلاة والسلام بصي بقى عشان تعملي بيزة تكون نجحة معاك لازم تعملي العجينة صح ولو عملت العجينة صح هتديكي نتيجة كويسة جدا الحشوة دي بتاعتك انت اللي انت عايزة حطيها عليها انا النهاردة عاملها بالفريخ فيلا بينا نشوف برضو طريقة الفريخ اللي انا عاملها بيها فريخ بالزبدة بس تعمها حكاية وكمان الجبنة المتزرية اللي هقولك على النوع اللي انا حطاه اي نعم مديني كده بنسبة 80% مطة لكن برضو مش قدي كده بس هقولك برضو على النوع وهعرفك كل حاجة بالتفاصيل قدي اتعمها حلو جدا وعملت صنية عملاقة زي ما انت شايفة كده اول حاجة بقى معايا هي بولة هنحط فيها 300 جروم من المية الكباية اللي معايا ديت 300 جروم حطيت كده بمعدل 200 جروم يعني بمعدل كباية ونص من المية 6 معالق من الزيت معلقة كبيرة من السكر معلقة كبيرة من الخميرة كل المقاديرة هتلاقيها مكتوبة في صندوق الوصف ان شاء الله او في الكومنتيات بعد كده هحط معلقة زغيرة من الزعتر والزعتر اختياري مش حابة تحطيه خلاص بس عايز اقولك بيدي ريحة حلوة جدا للبدا هقلب كل دوت مع بعضه لحد ما السكر يدوء وهركنه على جنب طبعا تقدري تستبدلي المية بالحليب او تقدري تستبدلي برضو الحليب والمية بالزبادي لو انت حب ممكن تحطي نص مية ونص حليب نص كيلو من الدقيق عليه معلقتين كبار من اللبن البودر وطبعا اللبن البودر هنا اختياري بس انا استعملته علشان خاطر انا حطة مية حطيت رشة ملح زغيرة كده وبعد كده هنزل بمعلقة صغيرة جدا مش هقول معلقة انا هقول نص معلقة صغيرة من التوم البودر ونص معلقة من البصر البودر طبعا التوم هنا لونه غامع عشان التوم ده انا كنت عاملة في البيت معاكم قدي ايه ريحت ونفازة جدا ومخلي البيت زرحتها جميلة هو البصل وطبعا التوم والبصل اختياري لو مش حابة خلاص نزلت بالخليط اللي احنا السوايل اللي احنا عملنا في الاول بعد ما قلبت كل المواد الجفة مع بعضيها وبدأت بقى لانا اعجل وهنا مرحلة العجل لازم تقديميها كويس عشان تديكي نتيجة كويس طبعا بقيت كوباية المية معايا كل ما عوزة زود هزود لحد ما العجينة بتاعتها تتلم نص كيلو دقيق يعني معدل اربع كوبايات من مج الشاي العادي اللي احنا بنستعمله في اي بيت بالنسبة للكوباية اللي انا استخدمتها بتاعت المية دي اكبر من مج الشاي دي كوباية كبيرة ساعة الكوباية دي تلتمية ميلي هاخد بقيت كمية المية كلها يبقى نص كيلو دقيق اللي هو اربع كوبايات خد تلتمية ميلي من المية يعني كوباية ونص من المية تقدر تستبدليهم باللبن هعجنها بقى كويس جدا معاي وبعد كده هحطها بقى على رخامق واروح اخسل ايدي وابدأ بقى على نظافة كده عجنها ولم العجنة كويس جدا بوكسات بقى وبنيات وطلع كل حاجة جوه العجنة لحد ما تتعجن معاك بالشكل دوت كده قد ايه محتاجين عجنة لينة وطرية وكمان بتلزق في الإيت سيكا زي ما انت شايفة كده ولا ريحتها حاجة كده بسم الله نشاء الله زي العسل ريحتها حلو جدا طبعا الريحة ديت جاية من الزعتر والطوم البودر والبصل البودر بعد ما عجنتها خلاص لفتها كده كده كورا حبطيت على وشها نقطتين من الزيت وفي الأرضية كمان واغلفها بكيس بلاستيك أو ستريت شريب واسيبها بقى تخمر في الوقت اللي العجنة هتخمر فيه تعالي نحضر مع بعض الصلصة وكمان نحضر الحشوة عشان تعملي صلصة للبيتزا تكون حلوة وطعمها حلو بدل ما تشتريها من بره سعرها عالي فيرط طريقتين الطريقة اللي هولك عليها دي الطعمها حلو جدا والطريقة الثانية سهلة بس مش قد كده فهخلينا الأول نشرح الطريقة ديت وهو بعد كده أقولك على الطريقة السهلة هجيب حبيتين من الطماطم هشيل الحتة اللي من فوق واجي كده من تحته خالص هروح عامل علامة الزيت وبعد كده هجيب بصلتين أنا البصل اللي مستخدمي ببصل حجمه صغير لو انت عندك بصلية كبيرة يبقى كده تمام كان عندي نص قرنفلفل رومي اللي هو الأحمر كنت شايله في الفريزر طلعت وحطيت ولو متوفر عندك ماشي مش متوفر خلاص ربع كباية من الميا وهحط كده حوالي معلقة من الطم المفروم لو الطم اللي عندك صحيح حطي أربع فصوص من الطم وهرفعهم على نار هادية جدا أنا عايز البخار هو اللي يسويلي الكلام ده كله مع بعض بس طبعا كباية الميا يعني هتتشرب معا البصل والطماطم هتتثوي بها في الوقت دوت خلاص ما بقاش في ميا عندي في الحلة خالص غير حاجات بسيطة جدا قشرت الطماطم وبتتقشر بكل سهول عندك هند بلندر مش هيقولك لأ وهتعملي زي ما أنا عملت كده ما عندك يش يبقى تغذي الكلام ده كله على الخلاط أو على الكبة وتضربيهم ضربة محترمة خلاص كده خلاص صلصة الطاق صلصة البتزة بقت معنا جاهزة نص معلقة من السكر عليها نص معلقة من الملح طبعا الملح هنا ليك حرية الاختيار حبة زويدي أو تقليلي براحتي حطي نص معلقة ودوءي بعد كده نص معلقة من البابريكا وهحط حوالي 3 معالق من الخل والخل هنا اجباري مش اختياري حبة تخليها حرية ممكن تحطي بديل الفلفل الأحمر الرومي اللي احنا حطناه تحطي هريسة الفلفل الأحمر اللي هي الحرية هرفع الكلام ده كله على النار لحد ما تاخد معايا غلوة أول ما تاخد غلوة خلاص هتفعليها طبعا تقدري تعملي كمية وتشيليها في التلاجة بس صلاحيتها أسبوع واحد أكتر من كده لا وطبعا تحطيها في حاجة زيز خلاص خلصنا من صلصة البتزة تعالي نشوف بقى الحشوة بتاعتنا طبعا البتزة من الأكلات اللي بتبقى خفيفة جدا في الصيف والأكل بتاعها بيكون طعمه حلو وبتمشي بقى في النواية دي في المصايف وهكذا وطبعا الحشوة دي بتاعتك انتي ليك حرية الاختيار أي حاجة عندك في التلاجة مش هتقولك لأ أنا بصراحة كان عندي صدر فرخة كده ما حيرني شوي فقلت خليني قطعه وشوحه كده على النار ونعمله طبعا انتي لو عندك صدر فرخة مسلوق أو مثلا كنت عامله قبل كده ومحدش رضي ياكله وغطبانين عليه تقدري تعمليه بنفس الطريقة تقطعيه كده وتنسليه من بعضه وتشوحيه على النار بمكعب زبدة أو لحمة ممكن لحمة مسلوقة قطعتين مثلا تحوليهم لشاورمة مكعب زبدة وتشوحيهم على النار تعالي بس خلينا الأول في الوصفة بتاعتنا مكعب زبدة كده محترم وتقدري تستبدليه بالسمنة أو الزيت استنيت لحد ما المكعب يعتبر ممكن نقول ساح والطوصة بتاعتنا سخنت كويس جدا ونزلت بقطع الفريق وطبعا معلية النار على الآخر عشان مش عايزها تجيب المياة بتاعتها في الوقت دوت هحط التوابل بقى والتوابل هنا حاجة كده بتخلي الأكل ريحته حلوة قوي حطيت فلفل أسود وحطيت بهارات الفراخ وحطيت كمان بابريكا وكوزبرة وطم بودر وبصل بودر وكمان حطيت شوية صغيرين من الكمون وحطيت إرفا وجنزبيل تقدري تحطي التوابل اللي موجودة عندك وتقدري تستبعدي التوابل اللي مش موجودة عندك يعني ممكن تستكفي بالملح وبهارات الفراخ بس كده حطيت كمان شوية من الزعتر ادوا ريحة حلوة جدا للفراخ وخلوها رايحة في حتة تانية خالص جربيها وعلى دومانتسي مش شرط تعملي الفراخ بالطريقة كده عشان البتزا ممكن تعمليها كده للكرب برضو هتبقى جميلة ممكن تعمليها كده برضو لحشوة جلاش برضو هتبقى حلوة ولو الفراخ عندك مستوية أو مسلوقة تقدري تعمليها بنفس الطريقة وطبعا ما تنسيش الملح خلاص كده رجعت لقيت كمان العجينة بتاعتنا خلاص خمرت معي هخرج منها الهوى واخدها زي ما هي كده على الصنية على طول بس التكية اللي هقولك عليها هي دي اللي بتخلي البتزا حلوة جدا ومتلزقش معاك معلقة صغيرة من الزيت ودهين الصنية بتاعتك كويس جدا بعد كده هتجيبي بقى معلقة من زي السميت اللي هو دقيه البزبوسة بس اللي هو السادة معلوش اي اضافات تحط معلقة كده محترمة وتنزلي بالعجينة بتاعت الجوة الصنية من غير ما نفردها بالنشابة هتلاقيها بتتفرد معاك بكل سهولة ليه بقى؟ عشان احنا عجنينها كويس ومخليينها تخمر واخدر حيتها كويس جدا الصنية اللي انا استخدمتها مقال 36 لو عايزاها ارفع من كده هتستخدمي صنية اكبر من كده عايزاها اقل من كده يبقى هتستخدمي صنيتين مع بعض بس هي تلعت صمكها حلو جدا وزي ما انت شفتيها في الاول بس ممكن نعملها بفصاق كبير مقاس 30 فاربعين ممكن نعملها على 3 صواني مقاس مثلا 22 ممكن نعملها على صنيتين مقاس كل واحدة 26 على حسب ما احنا عايزي سانا فضلت اللي تبقى صنية واحدة كبيرة كده محترمة وشكلها حلو كده زي اللي بنجيبها من بار فردت العجينة بتاعتي كويس جدا واغطيها بكيس بلاستيك لمدة 10 دقيق بعد العشر دقيق خلاص شلت الكيس البلاستيك وبدأت بقى اللي انا اعمل لها جوانب والجوانب دي نقدر اللي احنا نحشيها ونقدر اللي احنا نسيبها زي ما هي انا عن نفس النهارده هسيبها زي ما هي عندي بقى الطاعة لها سنون بالشكل ده هبدأ اللي انا افرغها لو مش متوفرة عندي كيبقى بالشوك بالشوكة كده وتعملي فيها فتحات عشان بس ما تتنفخش معاك جوه الفرد مش هتاخد مني وقت خالص بس الحركة دي صدقيني هتنفعك جدا ولازم تعامليها صلصة البتزا قد ايه حلوة جدا طعمها حلو ريحتها احلى الزعتر اللي احنا حطينه والحاجات اللي احنا حطينه مخليينها ريحتها حلو يمكن ما قلتلكمش اللي انا حطيت زعتر بس انا حطيت معالية زعتر مش عارفة ان نسيت اللي انا قول ولا قلت طبعا الزعتر تاخل معانا في الصلصة وفي الفراخ وفي العجينة بتاعت البتزا كمان خدت كمية محترمة كده من الصلصة ويفرتها على الارضية بتاعت البتزا كلها خلاص كده خلاص حبة زاودي بقى او تقليلي براحتك بس كده حلوة او مناسبة جدا هحط بقى طبقة محترمة جدا من الجبنة الموزاريلا والجبنة الموزاريلا اللي انا استخدمتها النهاردة هي جبنة الحمد جبنة الحمد من الانواع الحلوة جدا بس ساعات كده بحسها اللي هي مش بتموت ليه بقى علشان خاطر احنا بنعملها معاملة غلط اي جبنة موزاريلا بتموت معايك ده الانواع اللي هي معروف مصدرها لكن في انواع تانيها اصلا ما بتموتش تمام كده طيب احنا ازاي هنعرف الجبنة تموت او ما تموتش لازم تخرجيها تاخد درجة حرارة المطبخ قبل ما تستعمليها يا ماينفعش تكون متلجة وتستخدميها وهي متلجة تمام كده تمام يعني دي اول ما بدأت اللي انا استعمل اعجن العجينة خرقتها من الفريزر على طول معي تموت موية واقضى اللحمة بس من غير القلب فردتها كده مقطعها مكعبات صغيرة زتون اسود او اخضر المتوفر عندك مش هيقولك لأ برضو قرنفلفل رومي اخضر او اصفر او احمر برضو مش هيقولك لأ المتوفر عندك حنا اتفقنا اللي البزة دي بتلمي بواق التلاجة كلها خلصت كده خلاصي الزتون والفلفل كمان تعالي نحط مع بعض بقى الايه وقطع الفريخ لو الجبنة المتزرلة اللي عندك نوحة مش تمام قوي وحاسها ليه مش بتشد معاكي متحطيش المرحلة الاخيرة اللي انا هحطها دلوقتي دخلي البزة الفرن تستوي وبعد ما تستوي بيطلعيها وحطي الطبقة الاخيرة وشغلي الشوية لمدة 30 ثانية بعد ما حطيتش رايح الفريخ هنزل بقى بالطبقة الاخيرة اللي هي الجبنة المتزرلة في الوقت دوت انا شغلت الفرن مستحب للبزة تدخل الفرن على درجة حرارة عالية جدا يعني تشوفي اعلى حاجة عندك في الفرن ايه وشغليها انا عندي اعلى حاجة 250 فشغلت الفرن على درجة حرارة 250 وسبت ربع ساعة يسخن ودخلت البزة على الرف الوسطوني على الشبكة كانت اتحمرت من تحت خلاص شغلت عليها الشوية لمدة اه ما كملتش اربعين ثانية وكانت اتحمرت من فوق لاني مش عايزة اتاخد لون انا عايزة بس درجة الحرارة هي اللي اتحمر لي الجوانب بتاعة البزة في الوقت دوت بقى انا خلصت خلاص وبعد ما حطيت الطبقة بتاعة الجبنة حطيت كمان طبقة زتون هخرم بقى الحروف بتاعة البزة بالشوكة وهجيب معايا طبق في لبن وابدأ اللي انا اسئي بيها الاطراف بالشكل دوت كده ممكن تستبدلي موضوع اللبن ببضاية او صفار بيد ممكن كمان تستبدلي الموضوع بتاع اللبن وصفار البيض بعجنت بسالسة البزة ممكن كمان تحط عليها جبنة موزاريلا لو انت حب وطبعا مع الاضافة للجبنة الموزاريلا ممكن تستخدمي مكس جبن ورومي وشيدر مع بعض مش هيقولك لأ برضو بس خلي الطبقة الاخيرة اللي فوق هي اللي تكون موزاريلا هنا بعد ما خرجتها من الفرن وقعدت كده ما كملتش في الفرن حوالي 15 دقيقة طبعا دخل على فرن سخن جدا كانت استوت معايا بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده قدي ايه حلوة جدا يمكن المطة بتاعتها مش تمام قوي بس طعمها حلو المطة بتاعتها كويسة جدا بس مش هي دي اللي انا راضي عليها فيه ساعات كتير بنجيب جبنة كده تحس للمطة بتاعتها بتجيب اخر الشارع فخلينا متفقين اللي دي مش بتجيب اخر الشارع خلاص كده خلصت معايا هستنكت جربيها بنفس الطريقة السوى بتاعها من تحت حلوة جدا اه 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 العاجينة طعمها حلو من غير الاضافات اللي فوق ديت ممكن تتاكل كده من غير اي حاجة هستنكت جربيها وتنزليلي سوارها ان شاء الله في الكومنتات اه ما تنسيش تعملي لايك للصفحة وكومنت بتاعك اللي بينه ورث بحبكم في الله وسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة